إثرى جلسة عامة استمرت لأكثر من 15 ساعة شهدت مداخلات للنواب فمنهم من انتقد الفخفاخ ومنهم من أيده وغيرهم تغيبوا لتتوج الجلسة بالمصادقة بأكثر من ثلثي أصوات نواب البرلمان على الحكومة التونسية الجديدة بقيادة إلياسي الفخفاخ الفخفاخ تعهد بالعمل على الإصلاحات ومحاربة الفساد والتعاون مع كافة القوى السياسية في المرحلة المقبلة وما بين الأحزاب المنضوية في الفريق الحكومي التي أعربت عن تطلعاتها للعمل على حل التحديات التي تواجه التونسيين وقيادة المرحلة المقبلة تزداد المخاوف من مصير حكومة لن يكون عمرها طويلا بحسب أحزاب المعارضة من توقع أن عمرها يكون طويل بصدق لأنه أمامها تحديات كبيرة برشا وتحمل شذايا وتحمل الجذور التشذي موجودة فيها حكومة يستنى فيها الشعب التونسي ليس لأنه يستنى في حكومة سيلياس الفخفاخ على رأسه ولكن الحكومة الضرورة لذلك نحن اليوم إن شاء الله نتمنى أنها تنجح ومن المرتقب أن يؤدي الفريق الحكومي خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد ويستلم الوزراء مباشرة مهامهم في الحكومة الحادية عشرة بعد ثورة عام 2011 وتضم حكومة الفخفاخ 29 وزيرا من بينهم وزيرة للعدل في سابقة هي الأولى بتاريخ تونس ما بعد المصادقة على الحكومة التونسية الجديدة بقيادة إلياس الفخفاخ ومواقف الأحزاب المختلفة في الإتلاف الحاكم أو في المعارضة هل ينجح الرجل في التغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات؟ من داخل أروقة البرلمان ياسر دبابش الغد تونس